حياكم الله قبل فاصلي أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت قد عرضت بين أيديكم مجموعة من كتب مخالفي العترة الطاهرة تتحدث عن أن شيخ الطائفة الشيعية الطوسي كان شافعي المذهب وبعد ذلك ترفض وقلت من أننا لا نأخذ الكلام على عواهنه وفي الوقت نفسه لا نرفضه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عرضت لكم في الحلقة الماضية جانبا من الحقائق التي تتحدث عن خيانة شيخ الطائفة وعن ابتعاده عن مذاق العترة الطاهرة واقترابه من مذاق النواصب وأعتقد أنني قد وضعت النقاط على الحروف من خلال عرض المصادر والمعطيات ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية قد يقول قائل من أن هؤلاء يريدون تشويها سمعة شيخ الطائفة هذا الكلام يمكن أن يكون مقبولا ولكن إذا رجعنا إلى كتبه وجدناها شافعية وإذا درسنا تأريخه وجدناه منذ نعومة أظفاره يتعلم عند الشوافع إلى بقية المعطيات والتفاصيل الكثيرة التي تصدق جانبا من قول هؤلاء لماذا لم يصف الشيخ المفيد والشيخ المفيد في زمانه كان أهم من الطوسي لأن الشيخ المفيد هو الذي أسس للشيعة الاثنى عشرية بشكل واضح الطوسي جاء متأخرا بعد المفيد والمرتضى صحيح يقال له شيخ الطائفة وصحيح أن منهجه هو الحاكم في يومنا هذا فليس للمفيد من تأثير بيننا اليوم وليس للمرتضى كذلك من تأثير بيننا التأثير الأول والأخير هو للطوسي ولكن هذا حدث بعد ذلك لماذا لم يقول عن الشيخ المفيد ما قالوه عن الطوسي لماذا لم يقول هذا عن ولده هذا هو كتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 وهذا هو الجزء الثالث من طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية اعتنى بإخراجه وطباعته سلمان عبد الفتاح أبو غدة رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب هذا هو كتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني في الجزء الثالث صفحة 112 رقم الترجمة 2386 الحسن بن محمد ابن الحسن بن علي الطوسي أبو علي بن أبي جعفر إنه ولد الشيخ الطوسي الذي صار مرجعا بالوراثة من بعده والذي استمرت مرجعيته إلى ما يقرب من ستين سنة ماذا قال عنه ابن حجر سمع من والده فهو على منهج والده وفلان وفلان ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي سمع منه فلان وفلان إلى أن يقول وهو في نفسه صدوق هذا ابن الطوسي مات في حدود الخمسمائة في حدود الخمسمائة نحن لا نعرف بالضبط سنة وفاته إلا أن مرجعيته اقتربت من ستين عاما هو يقول ابن حجر عن الحسن ابن شيخ الطائفة وكان متدينا كافا عن السب كافا عن السب عن سب أعداء أهل البيت من دعاة الوحدة هذا من دعاة الوحدة هذا من المرجع فلو كان شافعيا لقال عنه كان شافعيا لكن أباه كان شافعيا كان شافعيا الفكر وكان مختلطا بالشوافعي في خراسان وفي العراق في بغداد من هنا قالوا عن بأنه شافعي فكلامهم ليس بعيدا عن الحقيقة وليس بعيدا عن الصواب لماذا لم يقول عن المرتضى عن السيد المرتضى لماذا لم يقول عنه بأنه شافعي قالوا عنه بأنه معتزلي ولقد صدقوا وأنا لا أقول من أنه كان معتزليا منذ الولادة ولد في عائلة معتزلية ولد في عائلة تهيمن عليها الثقافة المعتزلية وتشبع وتشبع هو بثقافة المعتزلية حتى وصفوه بأنه رأس في الاعتزال المرتضى ما كان معتزليا كان شيعيا اثني عشريا لكنه معبأ ومشبع وممتلئ بالفكر الاعتزال المفيد كذلك درس عند المعتزلة وتأثر بآرائهم لكنه لم يصل إلى الحد الذي كان عليه المرتضى والمرتضى هو تلميذ المفيد أيضا المفيد لم يصفه أحد بأنه من المعتزلة كما وصفو المرتضى ولم يصفه أحد بأنه من الشافعية كما وصف الطوسي الحقائق على الأرض تحدثنا عن أن الطوسية كان متأثرا إلى أبعد الحدود بالثقافة والفكر الشافعي نحن إذا أردنا أن نبحث عن أساتذته لأننا لا نعرف الكثير من تفاصيل بداياته على سبيل المثال الطوسي هل هو فارسي الأصل خراساني طوسي وبعد ذلك جاء إلى العراق وعاش في بغداد وانتقل إلى النجف وتوفي في النجف هل هو فارسي لا نملك دليلا على ذلك هل هو عربي والعرب كثيرون في خراسان هناك الكثير من العرب كانوا يعيشون في خراسان واستقروا واستوطنوا في خراسان فهل الطوسي من العرب الذين استقروا واستوطنوا في خراسان استوطنت عشائرهم أسرهم وبعد ذلك انتقل إلى العراق إلى بغداد ومنها إلى النجف نحن لا نملك دليلا على ذلك فنحن لا نعرف هل أن الطوسية فارسي فارسي أم أنه عربي عاش في خراسان كسائر العربي الكثيرين الذين عاشوا في خراسان وبعد ذلك انتقل إلى العراق ليس عندنا من معلومات دقيقة قد يقول قائل بهذا الكلام وقد يقول قائل بذلك الكلام ولكن من دون دليل فنحن لا نملك دليلا على ذلك نحن لا نعرف تفاصيل عن أسرته ما هو وضعها ما هي منزلتها الاجتماعية هل هي من العوائل المتعلمة أم من العوائل غير المتعلمة نحن لا نملك معلومات عن عائلته وعن عشيرته وعن تفاصيل بدايات حياته في خراسان في طوس نعرف تعريخ ولادته من أنه ولد في شهر رمضان سنة ثلاثمية أو خمسة وثمانين للهجرة هذا الأمر نعرفه نعرف تعريخ ولادته ولد في شهر رمضان سنة ثلاثمية أو خمسة وثمانين للهجرة ونعرف أنه كان طالبا للعلم منذ نعومة أظفاره منذ صغره وواصل درسه في طوس وفي نيشابور في طوس وفي نيشابور واصل دروسه الطوسي ونعرف أيضا من أنه قدم إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة بحسب كلامه هو بحسب تصريحه هو من أنه قدم إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة فإذا كان مولودا في سنة ثلاثمية وخمسة وثمانين للهجرة وقدم إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية هذا يعني أن عمره قد بلغ الثالثة والعشرين فحينما جاء إلى بغداد كان في هذا السن في سن الثالثة والعشرين ماذا درس درس عند من لا نملك معلومات كثيرة أنني أتحدث عن المرحلة السابقة قبل بغداد حينما كان في خراسان حينما كان يواصل درسه في طوس ونيشابور عندنا بعض الأسماء وعندنا بعض المعلومات التي تخبرنا من أنه كان يتتلمذ عند الشوافع والأحناف مع ملاحظتي أن تلك الأسقاع أتحدث عن طوس ونيشابور ونيشابور في الزمن الذي كان الطوسي يواصل درسه في تلك البلاد المذهب الشافعي كان منتشرا وكان واضحا حتى الغزالي الغزالي في الفترة نفسها الذي هو من كبار أئمة الشوافع جاء من خراسان من طوس وهو طوسي أيضا جاء من خراسان جاء من طوس إلى بغداد في كتاب الفهرست وهو كتاب معروف للشيخ الطوس وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وسبع طعش هجري قمري إذا ذهبنا إلى صفحة ميتين وسبعة وسبعين وإلى رقم الترجمة ثمانمية وستة وسبعين أبو منصور الصرام من جملة المتكلمين الطوسي يقول يتحدث عن عالم من علماء نيسابور أبو منصور الصرام من جملة المتكلمين من أهل نيسابور وكان رئيسا مقدما رئيسا مقدما في الأجواء الدينية له زعامة دينية واجتماعية وله كتب كثيرة منها كتاب في الأصول في الأصول المراد من الأصول أصول الدين أولا المعتقدات وأصول الفقه ثانيا منهج الاستنباط وله كتب كثيرة منها كتاب في الأصول سماه بيان الدين وكتاب في إبطال القياس وكتاب تفسير القرآن كبير حسن قرأت على أبي حازم النيشابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأه عليه أبو حازم النيشابوري من هو هذا إذا أردنا أن نبحث في كتب التأريخ وكتب السيار من هو أبو حازم النيشابوري هذا هو عمر ابن أحمد الأشعري الشافعي توفي سنة أربعمية وسبعة عشر فهذا من مشايخه هذا من مشايخ الطوسي هو الذي يتحدث عن في كتابه الفهرست قرأت على أبي حازم النيشابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأه عليه قرأه على أبي منصور أصرام فأبو حازم هذا الذي كان أستاذا مباشرا للطوسي هو عمر ابن أحمد الأشعري الشافعي توفي سنة أربعمية وسبعة عشر للهجرة إذا نذهب إلى صفحة ميتين وثمانية وثلاثين في ترجمة الشيخ الصدوق رقم الترجمة سبعمية وعشرة في نهاية الترجمة يذكر بعضا من مشايخه من مشايخ الطوسي الطوسي يذكر بعضا من مشايخه أحد هؤلاء أبو زكريا محمد ابن سليمان الحمراني وهذا معروف من المخالفين إذا ما رجعنا إلى كتب الرجال إلى كتب السير إلى كتب التاريخ فهذا الإسم معدود في الشخصيات المخالفة لمنهج العترة الطاهرة وهو هنا أيضا يعده من مشايخه العلامة الحل في الإجازة الكبرى إجازته لسادات بني زهرة وهم السادة الحسينيون الذين كانوا يقطنون في الشام في حلب السادة الحلبيون من بني زهرة أجازهم العلامة الحل بإجازة عرفت فيما بين العلماء بالإجازة الكبرى إجازة العلامة الكبرى أقرأها عليكم من الجزء 104 من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلس رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 136 في أواخر الإجازة الكبرى للعلامة الحل وهو يذكر مجموعة من مشايخ الشيخ الطوسي من أنه واصف من مخالفي أهل البيت مباشرة أذهب إلى موطن الحاجة متصلا عن الشيخ أبي جعفر الطوسي إنه شيخ الطائفة جميع ما يرويه عن رجال العام رجال العام هم المخالفون لأهل البيت منهم هو لم يذكرهم جميعا وإنما ذكر منهم أمثلة منهم أولا أبو الحسين ابن بشران المعدل ثانيا أبو الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ ثالثا محمد ابن محمد ابن مخلت رابعا هلال ابن محمد الجبار خامسة أبو علي ابن شاذان المتكلم سادسة أبو محمد ثامنا ثامنا المقري والقاضي أبو القاسم التنوخي تاسعا القاضي أبو الطيب الطبري الجوزي عاشرا أبو عمر ابن المهدي الحادي عشر أحمد ابن محمد ابن الصلت الأهوازي العلامة الحل ما ذكر كل أساتذة الشيخ طوسي من النواصف ذكر مجموعة منهم قال ما يرويه عن رجال العامة منهم منهم فهو لم يذكر كل مشايخ الطوسي من المخالفين ونحن لا نعرف هذه التفاصيل هؤلاء متى درس عندهم قد نجد بعض القراء من أن البعض منهم في الكوفة من أن البعض منهم في بغداد من أن البعض منهم في خراسان لا تحدث عن هؤلاء فقط عن هؤلاء وعن الأسماء التي قرأتها عليكم من كتاب الشيخ الطوسي نفسه الفهرست وعن أسماء أخرى ذكرت في العديد من المصادر فهناك مجموعة كثيرة تتلمذ الطوسي عندهم منذ نعومة أظفاره وطيلة أيام شبابه ومن هنا ارتكس الرجل ارتكاسا بعيدا في الثقافة الناصبية المخالفة لمنهج العترة الطاهرة وتأثر بشكل واضح في الفتاوى في الفقه بمنهج الشافعي وفي العقائد بمنهج المعتزلة فالطوسي في حقيقته شافعي معتزلي أكثر الشوافعي يذهبون بالاتجاه الأشعري قليل منهم يذهبون بالاتجاه المعتزلي الأعم الأغلب من الشوافع هم من الأشعرية قليلون منهم ذهبوا باتجاه المعتزلة العلامة الحل الذي قرأت ما قرأت عليكم من إجازته الكبرى لسادات بني زهرة في كتابه الخلاصة كتابه الخلاصة كتابه في الرجال وهو كتاب مشهور معروف حينما يتحدث عن الشيخ الطوسي يصفه بأنه كان وعيديا ويقول من أنه رجع بعد ذلك كل الذين أرخوا للطوسي قالوا عن من أنه كان وعيديا من الفرقة الوعيدية وقالوا من أنه رجع عن الفرقة الوعيدية الذي الذي يبدو من القرائن كان وعيديا حتى في أيام مرجعيته ربما رجع عن الوعيدية مثل ما يقولون في أواخر حياته نحن نعرف أنه كان وعيديا ونعرف أنه قد رجع عن الوعيدية لكننا لا ندري بالضبط متى رجع عن الوعيدية يبدو أنه منذ بدايات أمره كان وعيديا لكنه متى رجع عن الوعيدية لا نملك دليلا واضحا على ذلك من خلال القرائن يبدو أنه رجع في أواخر أيام حياته الوعيدية هي فرقة معتزلية معروفة يمكننا أن نقول عنها هي فرقة من أكثر الفرق المعتزلية تعصبا للمنهج الاعتزالي هم أتباع أبو القاسم البلخي الكعبي وهو من كبار أئمة المعتزلة في بغداد هو عربي من بني كعب ولكن قيل له البلخي لأنه كان يعيش في بلخ متى التحق الطوسي به بهذا المنهج بهذه الفرقة لا نملك دليلا على ذلك الذي نعرفه من أن الطوسية كان وعيدية الفرقة الوعدية سميت بهذا الاسم مثل ما قلت لكم هي فرقة معتزلية متعصبة جدا للمنهج الاعتزالي قيل لها قيل لها الفرقة الوعيدية لأنهم يعتقدون بحكم العقل بحكم العقل الاعتزالي بحكم العقل لا يجوز لا يجوز على الله أن يغفر لأصحاب الكبائر وأن يعفو عنهم من دون توبة قطعا هذا الفكر سيسبب اختلالا في منهج تفسير القرآن وسيسبب اختلالا في منظومة العقائد فيما يرتبط بالتوحيد والنبوة والإمامة وسائر التفاصيل الأخرى الشيخ طوسي ما أنا الذي أقول عنه هذه الحقائق هي التي تقول عنه وهؤلاء علماء الشيعة أنا ذكرت لكم العلامة الحلي مثالا لأن أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة كتبه تدل على أنه شافعي أساتذته يشيرون إلى تشفعه كتب الشوافعي كتب المخالفين لأهل البيت تتحدث عن أنه شافعي المذهب العلامة الحلي والذين أرخوا له من علماء الشيعة أقروا بأنه كان وعيديا من الفرقة الوعيدية الاعتزالية ولقد كان على هذا الحال حتى في أيام مرجعيته شيخنا أبو جعفر الطوسي كان كشكولا كل شيء نستطيع أن نجده في شيخ الطائفة إلا الوفاء ببيعة الغدير كل شيء عنده كان كشكولا كان شافعيا كان معتزليا كان وعيديا وهذه المطالب ما هي بسر أكشفه لكم الآن هناك جمع من علماء الشيعة ممن جاءوا بعد الطوسي تعرضوا لبعض هذه الأمور سديد الدين محمود الحمصي الرازي المتوفى سنة خمسمية وثلاثة وسبعين الطوسي توفي سنة أربعمية وستين سديد الدين محمود الحمصي الرازي توفي سنة خمسمية وثلاثة وسبعين تحدث عن الخلل في آراء وفتاوى الشيخ الطوسي ومخالفتها لمنهج العترة الطاهرة عز الدين ابن زهرة الحسين الحلبي المتوفى سنة خمسمية وخمسة وثمانين إذا لم تخني ذاكرتي صاحب كتاب الغنية غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع كتاب معروف في المكتبة الشيعية غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع لابن زهرة الحسين الحلبي انتقد الشيخ الطوسي وسفها بعضا من آرائه أنا لا أقول من أنهم تحدثوا بكل التفاصيل التي تحدثت بها في برامج السابقة وهذا البرنامج انني تحدثت كثيرا عن الشيخ الطوسي في العديد من من البرامج التي قدمتها في سالف الأيام كذلك محمد ابن منصور ابن إدريس الحلي وهو الأشد في حديثه عن الطوسي المتوفى سنة خمسمية وثمانية وتسعين للهجرة في كتابه المعروف السرائر كتاب السرائر كتاب مشهور معروف في الوسط الفقهي الشيعي يشتمل هذا الكتاب على بيانات واضحة يشخص فيها ابن إدريس الحلي الكثير مما جاء في كتب الطوسي مما أخذه من الشافعي فهذه القضية ما هي بسر لكن الشيعة مستحمرون من قبل مراجعهم بالضبط أنتم الآن تسمعون هذه الحقائق وأنا أذكر لكم كل شيء بالمصادر والوثائق ستسمعون وتتعجبون وتقولون ما تقولون ولكنكم لا تغيرون شيئا سيبقى الأمر كما هو عليه وبعد ذلك حينما تلتقون بأصحاب العمائم الذين هم أيضا يسمعون هذا الحديث ويفتحون أفواههم متعجبين لأنهم لم يكونوا على علم بهذه المعلومات وسيعودون إلى بعض الكتب كي يتأكدوا من هذه المعلومات ومع ذلك لا يغيرون شيئا ولا يرتبون أثرا وحينما يلتقون بكم سيكذبون ني وسيخدعون كم وسيركبون على ظهوركم ويقولون لكم ديخ ويقودون كم إلى عجولهم البشرية التي هم لا يعتقدون بها وحق الحسين لا يعتقدون بها ويعرفون فسادها وضلالها لكنهم لأجل الدنيا يفعلون الذي يفعلونه بكم وهذه هدية مني إليكم إنها الوثيقة الدخية المباركة ما رد أجيب الأسماء راحت قال لي أنا شنو مستعجب أنا شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنا أطمئنا تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نب عبارده واحد من الأعلى أخبر خمسة قلت لهم استعجب مستعجب 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 تركب يعني خلافة أغامي شنو مستعجب كما تقول خلافة أغامي شنو مستعجب أغامي كان حالة السنو فقوش ديخ عبارده فقوش ونص عبارده كنا على ثقه وكلكم تعرفون لأنه ما رد أجيب الأسماء عبارده قال تركب مثل ما ركب نعم وغاية ديخ ومش لا مو علم إجمالي هذا هو واقع هو واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة تلاحظون أن المعطيات كلها تصب في مجرى واحد ما عرضته لكم من المطالب في الحلقة الماضية وما عرضته الآن بين أيديكم وما سأعرضه في هذه الحلقة وإذا بقيت معلومات مهمة لإتمام الموضوع سأعرضها في الحلقة القادمة أنا والوقت سأحاول أن أختصر المطالب هناك معلومات في هذه الكتب طويت كشحا عنها لأنني أرى الوقت يجري سريعا وأريد أن أضع بين أيديكم المطالب المهمة في أقل وقت في أقل عدد من الحلقات لأجل أن تنتفعوا منها فالمعلومات إذا ما كثرت وتوسعت يصعب عليكم أن تتابعوها وأن تجمعوها في أذهانكم لذا أحاول الإجازة والاختصار بقدر ما أستطيع وصل إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة وكان معبئا بثقافة شافعية معتزلية جاء بها من خراسان حتى حينما وصل إلى بغداد التحق بالأجواء الشافعية والمعتزلية وفي الوقت نفسه تعرف على الشيخ المفيد وكان الشيخ المفيد آنذاك في أوج مرجعيته وزعامته والنظام السياسي في بغداد كان نظاما عباسيا لكن السلطة الفعلية بيد البويهيين والبويهيون شيعة على ما يبدو بحسب القرائن التاريخية لأن بعض المؤرخين يذهب إلى أن البويهيين ما هم من الشيعة الاثني عشرية هم من الشيعة ولكن من مجموعات أخرى نحن لا نملك دليلا على ذلك كل القرائن تشير إلى أنهم من الشيعة الاثني عشرية أنا لا أريد أن أناقش وضع البويهيين هنا بالنتيجة فإن البويهيين وفروا جوا سياسيا وأمنيا للشيعة كان مريحا ومريحا جدا ارتبط الطوسي بالمفيد وكان ذلك في سنة أربعمية وثمانية للهجرة لما وصل إلى بغداد قادما من خراسان والمفيد في أوائل شهر رمضان سنة أربعمية وثلاثة للهجرة توفي في بغداد وطويت صفحة مرجعيته وانتقلت المرجعية إلى تلميذه السيد المرتضى إنه علي ابن الحسين الموسوي الموسوي يعرف بالسيد المرتضى ويعرف بالشريف المرتضى وبالمناسبة هذا اللقب الشريف في زمن العباسيين كلقب الرفيق في زمن البعثيين فالأشراف هم الرفاق الشريف المرتضى هذا لقب سياسي حكومي في ثقافة أهل البيت الهاشميون لا يلقبون لا بلقب السادة ولا بلقب الأشراف لقب سادة جاءنا متأخرا لم يكن هذا الاستعمال شائعا ومنتشرا بشكل واضح في الوسط الشيعي أحاديث أهل البيت واضحة لا توجد فيها هذه الأوصاف ولا توجد فيها هذه الألقاب للهاشميين على الإطلاق فالأشراف عنوان عباسي سياسي على أي حال يقال له الشريف المرتضى السيد المرتضى ولقبه العباسيون أيضا بعلم الهدى الطوسي لو لا السيد المرتضى لما صار شيئا يذكر إنني لا أتحدث عن القدرة العلمية للشيخ الطوسي إذا أردنا أن نقارن بين كتب الشيخ الطوسي والسيد المرتضى الذي يبدو أن الشيخ الطوسي أكثر ذكاء وأكثر نبوغا من السيد المرتضى فأنا لا أتحدث عن الجهة العلمية إنما أتحدث عن الجهة الاجتماعية عن الجهة السياسية عن الجهة الحكومية الطوسي صار شيخا للطائفة ومرجعا للشيعة بعد المرتضى ليس بسبب علمه أبدا يضحكون عليكم مثل ما في زماننا يضحكون علينا من أن المرجع يكون مرجعا للشيعة بسبب علمه وورائه وحق الزهراء البتول هذا كذب كل المراجع الذين صاروا مراجعا للشيعة هناك أسباب أخرى جعلت منهم مراجع للشيعة لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالدين ولا بالورع ولا بالزهد ولا بأي شيء من هذا الكلام أنا لا أريد الحديثة عن هذه المسألة الآن تحدثت عنها في كثير من البرامج يمكنكم أن تجدوا تلك البرامج على الشبكة العنكبوتية سأحدثكم شيئا ما عن أجواء مرجعية السيد المرتضى إنها مرجعية حكومية بابتياز فالمرتضى كان من خدام السلطة العباسية بامتياز كان خادما من خدامهم بامتياز كذلك أخوه الشريف الرضي ولا يضحكون عليكم من أن الشريف الرضي عنده بعض الأبيات يظهر منها من أنه كان معترضا على العباسيين هذه حالاتهم طارئة العباسيون سياسيون من الطراز الأول والعباسيون أكثر دهاء من الأمويين أضعاف مضاعف الأمويون مع دهائهم لكنهم يكونون ضعافا جدا أمام العباسيين في دهائهم وحيلتهم الدولة العباسية دولة مخابراتية منذ أول لحظة فيها لأنهم في زمن العمل السري كانوا يعملون بأساليب المخابرات السرية بدهاء غريب وحيلة عجيبة العباسيون أكثر دهاء من الأمويين الأمويين كانوا رجالا في إدارة الدولة والبلاد فكانوا يحسنون إدارة البلاد أفضل من العباسيين العباسيون ما كانوا يحسنون إدارة البلاد لكنهم كانوا أكثر دهاء وأكثر إجراما من الأمويين على أي حال سأذكر لكم بعض الصور من الزمن العباسي التي ترتبط بحديث عن الشيخ الطوسي العباسيون يبدو أنهم أرادوا أن يكرروا التجربة المسيحية فيما يسمى بالمجمع المسكون الأول المجمع المسكوني الأول والذي عقد في النصف الأول من القرن الرابع الميلادي الذي يعرف بمجمع نيقيا وهو الذي يعبر عن في اصطلاحات الثقافة المسيحية بالمجمع المسكوني الأول قطعا هذا الكلام ليس موجودا في كتب التأريخ وإنما أستنتجه استنتاجا لأن الخلفاء الأمويين والخلفاء العباسيين كانوا يقرؤون التأريخ وكانوا ينتفعون من التجارب السابقة المسيحيون في بدايات القرن الرابع الميلادي حدث فيما بينهم فيما بين رجال الدين حدث اختلاف كبير وتشعبوا وتشققوا خصوصا فيما يرتبط بألوهية المسيح فهناك جمع من رجال دينهم أخذوا يبلغون وينشرون بين المسيحيين من أن المسيح ما هو بأزلي هو كائن مخلوق وطبيعته تختلف عن الطبيعة الإلهية إلى بقية التفاصيل التي كانوا يتحدثون عنها وفي الجانب الآخر هناك من يقول خلاف ذلك اختلف المسيحيون تعددت الفراق وحدثت المشاكل والإصطدامات فيما بينهم من هنا تدخل الإمبراطور الروماني قسطنطين قسطنطين الأول ودعا إلى مؤتمر عام للمسيحيين هذا الذي سمي بالمجمع المسكون الأول المسكون يعني العالم لكل المسيحيين في العالم نسبة إلى الأرض المسكونة المجمع المسكوني الأول واختاروا الأناجيل الأربعة قبل هذا التأريخ كان عدد الأناجيل عند المسيحيين كثيرا وكثيرا جدا فتم اختيار هذه الأناجيل وتم اختيار قواعد العقيدة وتم الاتفاق على عقيدة الأقانيم الثلاثة وكل هذا كتب في مسودات اعتمدت دينا عند المسيحيين إلى يومنا هذا بقية الفرق زالت فإن دولة ما اعترفت بها اعترافا رسميا العباسيون بسبب كثرة المذاهب وكثرة الفرق عند الشيعة عند العلويين حتى عند العباسيين أنفسهم وعند أبناء السقيفة الذين كانوا يوصفون بأبناء الجمهور بأبناء الجماعة فأرادوا أن ينظموا واقع دولتهم من هنا الحكومة العباسية وعلى رأسها الخليفة العباسي اتخذوا قرارا من من أن المذهب الذي يدفع للدولة رسوما مالية هم قرروها وقدروها سيعترف به رسميا من قبل الدولة العباسية وستكون الدولة العباسية الحكومة العباسية مسؤولة عن شؤونه وأوقافه وحمايته هذه المذاهب الأربعة أصحابها كبراؤها هم الذين بادروا ودفعوا تلك الأموال الضريبة كانت باهضة جدا بحسب الأخبار كانت بالملايين فأرقامها تحسب بآلاف الألف إنها بالملايين من الدنانير من الدراهم لم تضبط الأرقام بالدقة ولكن من خلال المعطيات المتوفرة الضريبة التي فرضت من قبل الحكومة على المذاهب وعلى الفرق التي تريد أن تسجل نفسها بشكل رسمي عند الحكومة كي تعترف الحكومة بها بشكل رسمي وشرعي المذاهب المذاهب الأربع الشيعة ما دفعوا والعباسيون طالبوهم لو أنهم دفعوا لأعترف بمذهبهم ولتجنبوا الكثير من المشاكل هذا كان في أيام مرجعية المرتضى وهناك من الأخبار التي تقول من أن الخليفة العباسية تساهل مع الشيعة ومع المرتضى بسبب علاقته الشخصية بالمرتضى مع العلم أن السيد المرتضى كان يملك أموالا طائلة 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 إلا أنه كان بخيلا كانت بخيلا هذه أكاذيب من أنه جاء بنصف المال وطالب الشيعة بالنصف الآخر ومن أن الشيعة ما دفعوا النصف الآخر هذا غريب غريب أن المرجع يصدر أمرا لشيعة وهم لا يدفعون هذا غريب جدا لا يصدق هل تعلمون أن المرتضى كان يسمى بالثمانين لماذا يسمى بالثمانين أحد الأسباب كان يمتلك ثمانين قرية هذه القرى بحقولها ومزارعها وبساتينها كانت تمتد على جانبي الفرات في منطقة الفرات الأوسط أكثر منطقة الفرات الأوسط كانت ملكا للمرتضى من الذي ملكه ذلك الذي ملكه ذلك الحكومة العباسية الحكومة العباسية هي التي ملكته مع الشيعة وما يقدمون له أتعلمون ما هي وظيفة المرتضى عند الحكومة العباسية أولا كان نقيب الطالبيين سأحدثكم عن نقابة الطالبيين نقيب الطالبيين بمثابة وزير بمنزلة وزير كان نقيب الطالبيين كان أمير الحاج في كل سنة كان يذهب إلى مكة من قبل الخليفة العباسي كي يكون أميرا على الحاج فهو يأخذ راتبا لأنه نقيب الطالبيين ويأخذ راتبا لأنه أمير الحاج وأمير الحاج له سلطة حتى في زمن غير الحاج بمثابة وزارة الأوقاف هذه وزارة ثانية الوظيفة الثالثة كان قاضي القضاة عينه العباسيون كان قاضي القضاة الوظيفة الرابعة كان متوليا لديوان المظالم إنها وزارة العدل كل كل هذه الوظائف كان المرتضى مسؤولا عنها وكان يستلم لأجلها الأموال الطائلة من الحكومة العباسية هذه المعاني لا يحدثونكم بها تسمعون فقط الشريف المرتضى الشريف يعني الرفيق الحكومة العباسية كانت تتبنى الثقافة المعتزلية العباسيون من بعد المتوكل العباسي بدأوا يتبنون الثقافة المعتزلية وبقيت الثقافة المعتزلية مهيمنة على الحكومة العباسية إلى آخر يوم حينما دخل هولاكو إلى بغداد رئيس الوزراء من هو مؤيد الدين ابن العلقمي إنه علم من أعلام المعتزلة 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 مثل ما ما قلت من بعد المتوكل العباسي أخذت تتجه اتجاه واضحا إلى الفكر المعتزلي إلى أن تبنى الخلفاء العباسيون المتأخرون الفكرة المعتزلية بالتمام والكمال والد السيد المرتضى وهو الحسين ابن موسى من أحفادي السيد إبراهيم المجاب فالسيد المرتضى من أحفادي إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه والده الحسين ابن موسى الحسين ابن موسى ابن محمد ابن موسى ابن إبراهيم إنه إبراهيم المجاب فالحسين والد السيد المرتضى كان نقيباً للطالبيين وكان مقرباً جداً من السلطة العباسية فشيء نقابة نقابة العباسيين ونقابة الطالبيين لا أعتقد نقابة 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 للعباسيين وهناك نقابة للطالبيين الحكومة العباسية أسست نقابة الطالبيين لماذا؟ كي يتخلصوا كي يتخلصوا من ثورات الطالبيين واعتراضاتهم فجعلوا لهم وزارة خاصة بهم كي يكون الاختلاف فيما بينهم على هذه الوزارة قلت لكم من أن العباسيين في الدهاء لا مثيل لهم وفعلا نجحوا في خطتهم هذه فهم أسسوا نقابة للعباسيين والعباسيون لا يحتاجونها لذلك ليس لها من ذكر واضح في التعريخ كي يخدعوا الطالبيين من أنهم قد أسسوا نقابة للعباسيين ويريدون أن يؤسسوا نقابة للطالبيين لنظم أمرهم وللتأكد من أنسابهم إلى بقية التفاصيل والأمور التي أوكلت إلى هؤلاء النقباء من نقباء العباسيين ومن نقباء الطالبين فوالد السيد المرتضى كان نقيبا للطالبيين توفي والد السيد المرتضى فنقل نقابة الطالبيين لمن للشريف الرضي الشريف الرضي هو محمد ابن الحسين وهو أصغر من المرتضى وتوفي يدون الخمسين متى صار الشريف الرضي وهو محمد ابن الحسين المهسوي متى صار نقيبا للطالبيين كان ذلك سنة أربعمية وثلاثة وكما يذكر في كتب التأريخ هو أول طالبي يخلع عليه بالسوات يعني تقدم الدولة العباسية له الثياب السوداء الرسمية التي كان يلبسها الخلفاء والمسؤولون والوزراء فهو أول طالبيين وأول الشيعيين يلبس لباس العباسيين الأسود ويعتموا بعمامتهم هذه العمامة التي يلبسها الآن مراجع الشيعة معممو أشيعة يلبسون العمامة العباسية التي أول طالبي لبسها هو الشريف الرضي سنة أربعمية وثلاث للهجرة حينما نصبوه نقيبا للطالبيين مع الوظائف الأخرى التي عينوه فيها فخلعوا عليه لباس السوات فارتدى لباس العباسيين وارتدى عمامتهم لكنه لم يستمر طويل توفي في سنة أربعمية أو ستة للهجرة يعني قبل قدوم الطوسي بسنتين متى قدم الطوسي إلى بغداد قدم الطوسي إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة الشريف الرضي توفي سنة أربعمية وستة متى نصبوه نقيبا للطالبيين ولقب بالشريف الرضي صار رفيقا من رفاق الحكومة العباسية كان ذلك في سنة أربعمية وثلاثة وخلعوا عليه السواد ولبس ثيابهم ولبس عمامتهم فلما توفي في سنة أربعمية وستة الشيخ المفيد لا زال موجودا لأنه توفي في سنة أربعمية وثلاثة عشر انتقلت نقابة الطالبيين إلى أخيه الذي هو السيد المرتضى وبقي نقيبا للطالبيين وتضاف إليه المسؤوليات الأخرى حتى مماته سنة أربعمية وستة وثلاثين للهجرة وصار مرجعا للشيعة قطعا بتأييد الحكومة العباسية فهو وزير عندهم بعد وفاة المفيد سنة أربعمية وثلاثة للهجرة فالمرتضى نشأ في عائلة حكومية تشبعت بشكل وبآخر بالثقافة المعتزلية ودرس عند المعتزلة إذا أردنا أن ندرس حيات السيد المرتضى فإن أساتذته كانوا من المعتزلة لو كان الحديث عن المرتضى وأساتذته لأتيتكم بالكتب والوثائق والمعلومات لكن الحديث عن الشيخ الطوسي حتى الشيخ المفيد كان متأثرا بالفكر الاعتزالي لكن يبدو أنه في سنواته الأخيرة بدأ ينسحب من الواقع السيء الذي كان عليه من هنا امتدحه إمام زماننا صلوات الله عليه في الرسائل التي وصلت إليه من الناحية المقدسة على أي حال فصار المرتضى نقيبا للطالبيين وعينوه أميرا للحاج وجعلوه قاضي قضاة وجعلوه متوليا لديوان المظالم فجمع أموالا طائلة يذكرون في كتب التأريخ من أن نهر الفرات في هذه المنطقة في زماننا ما بين الديوانية والحلة إلى الكوفة في هذه المنطقة في منطقة الفرات الأوسط كل المزارع والبساتين على جانبي الفرات كانت ملكا له فكانت الزوارق والسفن الصغيرة التي تحمل المسافرين والزوارة في نهر الفرات يتساقط عليهم من ثمار هذه البساتين يتساقط عليهم حينما ينزلون للاستراحة على شواطئ نهر الفرات في سفرهم في طريق عودتهم فيقولون من أن المرتضى أجاز لهم أن يأكلوا ما يأكل مما يتساقط من الثمار والفواكه من أشجار بساتينه وحقوله ومزارعه فلاحظوا المساحات الواسعة من الأراضي والمزارع التي كان يمتلكها علم الهدى من الذي سمى بعلم الهدى هذه الحادثة سأقرأها عليكم ولكن بعد الفاصل ما تساعدني يا جابير على مصاب اللي دهاني أو تنظر بسهم الشماتي أشل أمصك عيني وعماني أو تنظر القوس المقدار شمسا ماضي رماني وأنا على فراش الولام كل ساعة وانصاب بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني مثل سبيتها سباني جابري جابر ويل دهار نار ما أنصف وجار من شبه والنار نار اللي وجرها لدهار قلي شطف فيها نار اللي وجرها لدهار كلي شطف فيها جابر 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 ما درعي تبترى بالأسفر جابر يا جابر ما درعي تبترى بالأسفر بالأسفر من شبه ويل ويل حرام شعطت تبترى من شبه لدهار لدهار أقرأ عليكم من الجزء الرابع من كتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الموسوي الخوانساري إنها طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان صفحة 284 رقم الترجمة 400 إنها ترجمة السيد المرتضى في صفحة 285 بعد سنة إنه السند الذي جاء مقدمة لهذه الحادثة أنه مرض الوزير وزير الخليفة العباسي أنه مرض الوزير أبو سعيد محمد ابن الحسين ابن عبد الصمت في سنة 2400 يعني أيام مرجعية السيد المرتضى فرأى في منامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول له يقول للوزير قل لعلم الهدى قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتى تبرأ فقال يا أمير المؤمنين ومن علم الهدى فقال عليه السلام علي ابن الحسين الموسوي إنه السيد المرتضى فكتب إليه الوزير بذلك فقال المرتضى الله الله في أمري فإن قبولي لهذا اللقب شناعة علي فقال الوزير والله ما كتبت إليك إلا بما لقبك به جدك أمير المؤمنين فعلم القادر الخليفة فعلم القادر الخليفة بذلك فكتب إلى المرتضى يا علي تقبل ما لقبك به جدك ومن هنا لقب بهذا اللقب وصار كرامة للمرتضى أحاديث أهل البيت في كتبهم المعروفة ومن رواة حديثهم هؤلاء السفلة مراجع النجف وكربلاء ينكرونها يضعفونها وهذا الهراء ينكرونه ينكرونه وكأنه آي من القرآن هكذا تتداول هذه الحادثة في كتب المراجع وعلى ألسنة العلماء وعلى المنابر من قال من أن الحكاية من أصلها لها أصل ومن قال من أن الوزيرة كانها صادقا فيما يقول فهذه كرامات المراجع والعلماء أجلكم الله على أي حال له شأن لي بمنامات الوزراء ولا بقرارات الخلفاء ولا بهراء العلماء الحقائق الحقائق تحمل قيمتها في نفسها الحقيقة هي التي تثبت نفسها بنفسها في مثل هذه الأجواء أجواء معتزلية ومرجع غاطس غاطس في الفكر الاعتزالي تصنع له هذه الكرامات ويوصف بأعظم الأوصاف وهو خادم عند بن العباس موظف عنده إمامنا الكاظم ماذا قال لصفوان الجمال صفوان الجمال كان رجلا ثريا متمولا وكان يملك عددا كبيرا من الجمال والنياق الفارهة مثلما توجد وسائل نقل فارهة في زماننا فهناك أنواع من النياق تكون قوية سريعة مريحة في حركتها ومشيها مطيعة في أتم عافيتها وصحتها بالنتيجة صفوان الجمال كان يملك هذا النوع من النياق فهارون العباسي حينما يذهب إلى الحاج كان يؤجر أفضل الجمال وأفضل النياق في بغداد وأفضل الجمال وأفضل النياق كانت عند صفوان الجمال وهو رمز من رموز الشيعة ومن خواص إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وكان هارون يغدق بالمال على صفوان يؤجر جماله ونياقه وتعود سالمة ويدفع له الأجور العالية فكان صفوان مرتاحا لهذا صفوان سأل الإمام الكاظمة هل في هذا الذي أفعله شيء الإمام ماذا سأله قال له حينما يذهب هذا الطاغية بجمالك إلى الحجاز ألا تتمنى أن يعود سالما حتى تعود جمالك ونياقك سالمة وحتى تستلم أجرك وأموالك قال نعم يا ابن رسول الله قال إذن أنت تتمنى بقاء بقاء هؤلاء الطغاة فلذا صفوان باع كل جماله ونياقه وتخلص من هذه المشكلة والحادثة لها تفاصيل المرتضى كان خادما عند العباسيين لكن مراجع الشيعة لا يحدثونكم بهذا كان خادما عند العباسيين كان نقيبا للطالبيين نقيب الطالبيين خادم يخدم الخلافة العباسية بشكل مباشر ولذا يغدقون عليه بالأموال إلى بقية الوظائف التي أشرت إليها فبعد موت أخيه الشريف الرضي لبس السواد ولبس العمامة الهارونية العباسية عمائم العباسيين قبل هارون كانت تختلف بعض الشيء هارون هو الذي صممت له هذه العمامة إنها العمامة نفسها التي يلبسها مراجع النجف وكربلاء من دون ذؤابتين عمامة إبليسية ملعونة هذه هي التي وصفت في الأحاديث عندنا بعمائم إبليس هذه العمائم الجهنمية العباسية الملعونة هي هي التي يلبسها رجال الدين الشيعة من الصغار إلى الكبار هذه أكذوبة من أن الهاشميين يلبسون العمائم السوداء حزنا على الحسين هذه أكذوبة العباسيون حينما بدأوا يحاربون الأمويين لبسوا السواد وقالوا إنه حزن على الحسين إنه كذب وزور وخداع لخداع عامة الناس لأجل أن يعينهم الناس في حرب الأمويين أما في أحاديثنا وفي ثقافة العترة فلا يوجد عين ولا أثر لذلك فالأئمة حتى بعد عاشراء كانت عمائمهم بيضاء الأئمة وشيعتهم هم الذين يعرفون في التأريخ بالمبيضة والعباسيون اللعناء النواصب وشيعتهم هم الذين يعرفون في التأريخ بالمسودة الذي سود من الطالبيين ومن الشيعة هو الشريف الرضي حين صار نقيبا للطالبيين بعد أبيه وانتقل التسويد إلى المرتضى إلى مرجع الطائفة مرجع في هذه الأجواء وجد ضالته في الشيخ الطوسي وجد شخصية شيعية ومن تلامذة المفيد رجلا ذكيا نبيها نابغا وفي الوقت نفسه هو شفعي ومعتزلي وجده حاملا لأسراره وأمينا على شؤونه وقربه من الحكومة العباسية ما إن مات المرتضى وكان الخليفة العباسي آنذاك هو القائم بأمر الله أجلس الشيخ الطوسي على كرسي الكلام لأنه لا يستطيع أن يجعله نقيبا للطالبيين فالشيخ الطوسي ما هو بطالبي ما هو بهاشمية وكان المقرر أن نقيب الطالبيين يكون أميرا للحاج فلا يستطيع الخليفة العباسي بحسب القوانين التي كانوا يعملون بها وبحسب الأعراف الموجودة أن يجعل الشيخ الشيخ الطوسية نقيبا للطالبيين وأميرا للحاج إلى بقية التفاصيل التي كان يتصدى لها السيد المرتضى فأجلسه على كرسي الكلام كرسي الكلام هو أعلى منصب علمي رسمي معترف به من الدولة فمنحوه هذه السلطة هذا هو كرسي الكلام من الذين كانوا يحضرون في درسه المعتزلة والشوافع وسائر النواصب والشيعة أيضا فهل سيتنازل الطوسي عن هذا الكرسي كي يدرس الفكرة الشيعية الخالص وهو أساسا لا يستطيع ذلك لأنه كان معبئا بالفكر الشافعي المعتزلي الذي هو فكر الدولة العباسية أتحدث عن الفكر المعتزلي وحتى عن الفكر الشافعي الذي كان يأخذ مساحة ليست قليلة من واقع الحكومة العباسية فكان يدرس الفكرة المعتزلية والفكرة الشافعية والفكرة الحنفية ويخلط معه شيئا من فكر العترة الطاهرة فكرسي الكلام ليس خاصا بشيعتي هذا أعلى منصب علمي حكومي رسمي فلابد أن يلتزم بقوانين هذه المؤسسة بقوانين المؤسسة التي فيها كرسي الكلام ولابد أن يراعي الذين يكونون حاضرين في مجلس درسه وهم كبار العلماء من المعتزلة وشوافع وسائر المذاهب الأخرى قطعا المذاهب التي اعترفت بها الحكومة العباسية صارت قوية المذاهب المخالفة لأهل البيت الأخرى انطوت مثلا مذهب الأوزاع كان مذهبا معروفا لأنهم لم يدفعوا الأموال انقرض هذا المذهب لا وجود لهذا المذهب في زماننا اليوم من عين أو أثر كان مذهبا كبيرا ومشهورا مذهب الأوزاع مذهب سفيان الثوري مذهب أبي ثور البغدادي ومذاهب أخرى حتى المذهب الظاهري في زماننا هذا هناك أفراد قلائل على هذا المذهب في السعودية وغير السعودية وربما في شمال أفريقيا هناك عدد قليل من أتباع هذا المذهب هذا المذهب أتباعه ورؤسائه لم يدفعوا مالا ولذا انقرض هذا المذهب لم يبقى منه إلا القليل كل هذا كان في زمن قوة البويهيين بدأ البويهيون ينحسرون شيئا فشيئا وبدأ نجم السلاجقة الأتراك يصطع بقيادة طغر الباك نذهب نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أكمل لكم الحكاية عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجهه أثر الجدري إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه توفي المرتضى سنة 436 للهجرة صار الطوسي مرجعا لشيعة والذي مهد له المرتضى المرتضى الذي كان معتزليا والمرتضى الذي كان خادما للسلطة العباسية كان محتاجا إلى شخص على نفس ذوقه ووجد ضالته في الشيخ الطوسي ومن هنا قربه للسلطة العباسية ولذا أجلسوه على كرسي الكلام وبقي على كرسي الكلام إلى سنة 448 بعد أن حدث ما حدث في بغداد وفي أطراف بغداد في أجواء الحكومة العباسية في بغداد وفي الكوفة في العراق حدث ما حدث في العراق بدأت الحادثة سنة 447 سنة 447 انشق أحد القيادات العباسية إنه أرسلان التركي البساسيري إنه أبو الحارث أرسلان التركي البساسيري انشق عن الحكومة العباسية كان قائدا من قوادهم سبب انشقاقه الخليفة الفاطمي في مصر وهو المستنصر بالله الفاطمي تواصل مع البساسيري وكان البساسيري يميل إلى الفاطميين واتفق معه على أن يقوم بعملية انقلاب على الحكم العباسي لكي يتسنى للدولة الفاطمية أن تفرض سلطتها وحكومتها على العراق وعلى المملكة العباسية فعلاً فعلاً البساسيري نفذ المخطط الذي تم الاتفاق عليه فيما بينه وبين الفاطميين في مصر وحدثت فتنة كبيرة في العراق وتحديداً في بغداد وحدث صراع كبير فيما بين الشيعة وبين الآخرين بين الشيعة والسنة فإن تسميتهم بالسنة كانت تنتشر شيئاً فشيئاً وإلا في بدايات الأمر ما كانوا يسمون بالسنة هذه التسمية في أصلها تسمية أموية الأمويون في زمان العباسيين أخذوا يعملون بالتقية سب أمير المؤمنين بعد الصلاة كان معروفاً عندهم بالسنة منذ زمان معاوية إذا ما نسي خطيب الجمعة مثلاً سب الأمير فإن الناس كانت ترفع أصواتها أيام الأمويين السنة السنة المراد من السنة سب أمير المؤمنين في الخطبتين في خطبتين صلاة الجمعة فالسنة عنوان عند الأمويين لسب الأمير على المنابر وفي صلواتهم وبعد صلواتهم ففي زمان العباسيين كان الأمويون يعملون بالتقية فحينما يلتقون ببعضهم يذكر بعضهم بعضاً السنة السنة لا تنسوا السنة لا تنسوا سب علي بن أبي طالب بمرور الزمن هؤلاء سموا بأهل السنة هؤلاء الأمويون سموا بأهل السنة فأهل السنة هم أهل السنة الأموية التي هي سب علي صلوات الله وسلامه عليه وبعد ذلك هذا الاسم انتشر في القرون الأولى هذا الاسم ليس موجوداً لا يسمى به المسلمون المخالفون للعترة الطاهرة قد يقال لهم أبناء الجماعة قد يقال لهم أبناء الجمهور أو قد ينسبون إلى مذاهبهم فمذاهبهم كانت كثيرة ولكن بعد قضية فرض الضرائب العالية اعترفت الحكومة العباسية بهذه بهذه المذاهب الأربعة والخليفة العباسي طلب من المرتضى مبلغاً قليلاً جداً بالقياس إلى المبالغ التي دفعوها هؤلاء لكن المرتضى ما دفع ذلك هم يعلقون الأمر من أن المرتضى استطاع أن يهيئ نصف المبلغ ومن أن الشيعة قصرت في عدم تهيئتها لنصف المبلغ المتبقي أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل التي تحتاج إلى تطويل في الكلام وتشقيق وتفريع من كل هذه الأجواء خرج علينا الشيخ الطوسي ووصلنا إلى فتنة ومشكلة البساسير البساسير يعلن تأييده للشيعة ضد العباسي ما هو موقف الطوسي موقف الطوسي كان رافضا للبساسير لماذا لأنه هو من رجال الدولة العباسية لذلك منحوه كرسي الكلام وإلا فإن الشيعة كانوا قليلين في بغداد وطوسي هو هو نفسه إذا رجع الأمر إليه بما هو هو ما هو بشخصية مهمة الذي صنع منه شخصية مهمة هو هو السيد المرتضى كان يغدق عليه بالأموال وكان يعطيه راتبا شهريا عاليا جدا بالقياس إلى بقية تلامذته فلما حدثت فتنة البساسير واصطدم السنة بالشيعة اصطداما كبيرا هجموا على بيت الطوسي لم تكن القضية من قبل الدولة العباسية ولا حتى من قبل السلاجقة لو كان الأمر من قبل الدولة العباسية أو كان الأمر من قبل السلاجقة لماذا لم يتابعه إلى النجف فالنجف ما هي ببعيدة عن بغداد إذا كان الطوسي مطلوبا بشخصه أبدا كانوا مرتعين لوجوده في النجف لأنه أسس كيانا شيعيا سيكون مؤيدا للحكم العباسي وهذا هو الذي يجري إلى يومنا هذا وإلا لو كانوا يطلبون الشيخ الطوسي بنفسه لو كانوا يطلبونه بنفسه وبشخصه لماذا ذهب إلى النجف وفتح حوزة هناك أسس حوزة هناك بشكل علني وانتقل طلاب العلم والعلماء إلى النجا وصارت حوزة الطوسي معروفة في النجا فلماذا لم يلاحقه الحكم العباسي ولماذا لم يلاحقه السلاجقة السلاجقة المعروفون بقسوتهم طغر البد لا يترك له عدو إذا كان له من عدو فما كان ينام ليله حتى يقضي على ذلك العدو لو كان السلاجقة هم الذين فعلوا ما فعلوا ببيت الطوسي لقتلوا الطوسي إما في بغداد أو أنهم تابعوه إلى النجر لكن الذي حدث في بغداد هو اصطدام اجتماعي فيما بين الناس لا بتوجيه من الحكومة العباسية ولا حتى بتوجيه من السلاجقة الذين لم يكونوا في ذلك الوقت في هذا التأريخ ما بين أربعمية وسبعة وأربعين وأربعمية وثمانية وأربعين حينما حدثت المشكلة فيما بين الشيعة والسنة لم يكن السلاجقة موجودين بثقلهم وإنما دخلوا بعد ذلك إلى بغداد كانت بداياتهم كانت طلائعهم قد وصلت إلى بغداد وإنما جاءوا إلى بغداد بطلب من الخليفة العباسي لقمع حركة البساسير فالطوسي لم يكن مناصرا للبساسير حتى يتابعه السلاجقة ولم يكن مخالفا للحكم العباسي حتى يطارده العباسيون إنما هو اختلاف اجتماعي كالعراك بين العشائر كالعراك بين المحلات الشيعية والسنية في بغداد فهجموا على بيت الطوسي هم لا يعرفون علاقته الوثيقة بالحكم العباسي ولذا هجموا على بيته وأحرقوا كتبه وأحرقوا كرسيه أتحدث عن كرسي الكلام في المكان الذي كان يلقي دروسه وأبحاثه فخرج فارا من بغداد لم يكن فارا من السلاجقة لو كان فارا من السلاجقة لأخفى نفسه في النجر فإن السلاجقة سيصلون إليه السلاجقة الذين كانوا يتابعون القارئات على سيد الشهداء من النساء وكانوا يقتلون القارئات في الشوارع بتعبيرنا المعاصر الملايات كانوا يتابعون الملايات واحدة واحدة وقتلوا مجموعة منهن في بغداد ولذا في ذلك الوقت الخليفة العباسي أمر بتغيير الأذان هذا يعني أن الأذان بالشهادة الثالثة كان موجودا لأن البويهيين كانوا موجودين إلى هذه الفترة قبل وصول السلاجقة هذا الجزء الثامن من الكامل في التأريخ للمؤرخ المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ستمائة وثلاثين للهجرة وهذا هو المجلد الثامن من الكامل في التأريخ طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق إذا ذهبنا إلى صفحة ثلاثمية وخمسة وثلاثين في حوادث سنة أربعمية وثمانية وأربعين وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد الكرخ كانت منطقة شيعية وإلى زماننا الكرخ منطقة شيعية لأن بغداد كانت في الرصافة فقط المنصور بنى بغداد في الرصافة وترك الكرخ كي يكون موضعا لمعاطن الإبل معاطن الإبل مثل ما نقول في زماننا القراجات الأماكن التي تنزل فيها قوافل الإبل قوافل التجار ومنطقة الكرخ كانت منطقة مثل ما يقال لها في أيامنا في العراق الحواسم كانت منطقة حواسم والمشهد هو المشهد الكاظمي الذي كان في أطراف الكرخ في قطيعة أم جعفر في القطيعة الزبيدية وقد حدثتكم عن القطيعة الزبيدية عن قطيعة أم جعفر إنها مقابر قريش في نهايات الكرخ وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ يعني في المناطق الشيعية والمشهد والمشهد الكاظمي وغيرها بماذا يؤذن الصلاة خير من النوم هذا عند أذان الفجر وأن يترك حي على خير العمل هذا مجاملة لسلاجقة القادمين واستقواء بهم ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها وأخفيت الشهادة الثالثة هذا يعني أن الشهادة الثالثة صحيح ما أشار إليها ولكن إذا جمعنا بين هذه المعطيات وبين المعطيات المتقدمة من أن الشهادة الثالثة كان يؤذن بها منذ بدايات دخول البويهيين الذين دخلوا إلى بغداد سنة 334 و أبو الفرج الإصفهاني مثلما نقل لنا القاضي التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة أبو الفرج أبو الفرج الإصفهاني توفي سنة 356 للهجرة حدث القاضية التنوخي عن أذان بالشهادة الثالثة في القطيعة بأذان رجل من القطيعة من الكاظمية في زماننا اليوم والتي عبر عنها هنا ابن الأثير بالمشهد وفيها في سنة 448 التي خرج فيها الطوسي إلى النجف وأسس حوزة النجف وهنا اعتلت سلطة السلاجقة ولذا غيروا الأذان وأرجعوا الأذان إلى أذان السقيفة وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد وغيرها من المناطق الأخرى الصلاة خير من النوم وأن يترك حي على خير العمل ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها في مثل هذه الظروف نشأت مرجعية الطوسي وأنتم لاحظتم ماذا كان يفعل الطوسي منذ أيام المفيد فقد وضعت بين أيديكم المعلومات الواضحة فيما فعله في كتاب تهذيب الأحكام الذي هو شرح للمقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد اجمعوا بين هذه التفاصيل ما الذي سنخرجه من نتيجة الذي سنخرجه من نتيجة نحن أمام مؤسسة حكومية دينية يهيمن عليها الفكر الاعتزالي ورمزها الأول شافعي معبأ بالفكر الشافعي وخرج من بغداد ليس فرارا من السلاجقة كما يقولون لنا لو كان فرارا من السلاجقة لتبعوه مثلما تبعوا البساسير وقتلوه فالسلاجقة تبعوا البساسيرية وقتلوه واستطاعوا أن يعيدوا الحكم إلى العباسيين بعد أن مال الحكم إلى الفاطميين فقضوا على أتباع الفاطميين وقضوا على حركة البساسير بتمامها وكمالها والتي امتدت إلى سنة 450 من سنة 447 إلى سنة 450 حتى تم القضاء الكامل على حركة البساسيري الشيخ الطوسي لو كانت عنده مشكلة فلقضوا عليه السلاجقة حينما قضوا على البساسيري الذي كان في الكوفة كان قريبا من الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي كان في النجا وأين هي النجا النجف بجانب الكوفة والسلاجقة وصلوا إلى الكوفة فلو كان عندهم من مشكلة مع الطوسي لقضوا على الطوسي لماذا تركوا الطوسي لأنهم يعلمون أن الطوسية هو جزء من الحكم العباسي يضحكون علينا من أن الطوسية كان معارضا للحكم العباسي لو كان معارضا للحكم العباسي لماذا أجلسوه على كرسي الكلام هو فر من الناس من المجتمع السني في بغداد لم يفر من الحكومة العباسية ولم يفر من السلاجقة القادمين إلى بغداد لو كان فر منهم لذهبوا إلى النجف وقضوا عليه ما هي القضية واضحة ماذا تقولون أنتم هذه مؤسسة عباسية ورئيسها معتزلي شافعي هذا هو الواقع وهذا النهج العباسي بقي مستمرا إلى يومنا هذا ورئيسها ونظام في بغداد نظام متفرع عن هذا النهج العباسي فهذا هو الحكم العباسي الثاني فهمتم فهمتم أو لا هناك الكثير من الحقائق التي أحتاج إلى وقت طويل كي أبينها لكم حاولت أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع هذه رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وصلت إليه سنة أربعمية وعشرة المرتضى كان موجودا وكان نقيبا للطالبيين الشريف الرضي متى توفي سنة أربعمية وستة فانتقلت نقابة الطالبيين إلى المرتضى سنة أربعمية وستة الطوسي متى وصل إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية الرسالة هذه متى وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة يعني الشريف الرضي قد مات الطوسي وصل إلى بغداد ومنذ سنتين قد التحق بالمفيد الشريف المرتضى صار نقيبا للطالبيين منذ أربع سنوات وقطعا الشريف المرتضى انضم إليه من انضم من رجالات الشيعة في مساعدته ومعاونته على نقابة الطالبيين وعلى إمارة الحاج هذه وزارة الأوقاف هذه وزارات تحت يد الشريف المرتضى في هذه الأجواء وصلت هذه الرسالة فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم عرفتم الآن ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم عرفتم الآن لماذا دائما أقرأ هذا الناس مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنّا غير مهملين لمراعاتكم في الظروف الحرجة ولكن بشكل عام الإمام ترك الشيعة لأنفسهم تركنا لأنفسنا وهذا هو الضلال الذي نحن فيه إنّا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء يعني إذا كانت القضية وصلت إلى الذبح إلى ذبح الواقع الشيعي إلى إزالة الواقع الشيعي فإننا نتدخل أما أنتم فقد غدرتم بنا فتركناكم لأنفسكم غدرتم بنا فإن المراجع نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وأنتم سلمتم دينكم لهؤلاء المراجع هذا هو الواقع هذه صورة مجزة مختصرة القضية أكبر من ذلك أنا لا أستطيع أن آتيكم بمئات الكتب صدقوني أنا هنا لا أريد أن أدعي شيئا ولا أريد أن أفاخركم لكن هذه المعلومات خلاصة آلاف من الكتب صدقوني هذه خلاصة آلاف من الكتب آلاف من الكتب تابعتها وحققت فيها ودققت فيها إذا أردت أن أحدثكم بكل المضامين فلابد أن أأتيكم بكل تلك الكتب النتائج التي وصلت إليها وصلت إليها من خلال متابعة آلاف من الكتب صدقوني أنا لا أبالغ هنا أنا أحدثكم عن آلاف عن آلاف من الكتب قرأتها وحفظت الكثير منها ودققت فيها فوصلت إلى ما وصلت من النتيجة التي تلاحظون أنني أتحدث بقوة بجرأة بثقة بوضوح لأن النتائج التي وصلت إليها بالنسبة لي على الأقل إنها نتائج قطعية لا مجال للشك فيها أنا لا أستطيع أن أحدثكم بكل ما وصلت إلي من أين أهتي بالوقت لذا أختزل لكم المطالب أختصرها إلى أبعد الحدود وأطوي كشحا عن كثير من المطالب المهمة صدقوني هذه الكتب فيها من المطالب المهمة جدا لكنني أنظر إلى الموقت أمامي إلى جهاز التوقيت فلا أجد مجالا كي أفتح هذه الكتب وكي أحدثكم بما فيها من المضامين المهمة لذا اختصرت على أهم المطالب وأوجست الحديث فيها أتمنى أن تكونوا قد انتفعتم من هذه المطالب قطعا للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر